شاهدين نذكر بالعناوين العريضة وأبرز ما جاء بكلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بكلمته اليوم قبل قليل التي أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة بأن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا وكذلك أكد ولي العهد على أن المملكة اتخذت تدابير لدعم الاقتصاد العالمي ولحماية الدول الأكثر ضعفا هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تقييم الأوضاع لمراجعة الخطط الموضوعة وكذلك تطويرها علي فيما عبر أيضا الأمير محمد بن سلمان على الرغبة في توزيع عادل للقاحات كورونا وتسهيل سبل وصولها للمعنيين وقال أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا وأكد على ضرورة السعي للحد من انبعاثات الكربون بما يحمي كوكب الأرض وأشار إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ارتكزت على عالم أكثر استدامة وأضاف أنها أطلقت مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر